وزير الداخلية يؤكد أن حالة الأمن والاستقرار التي كرسها رئيس الجمهورية تشكل الأرضية الخصبة لمشاريع التنمية الوطنية داعيا إلى عدم الانسياق وراء الذين يقتاتون من يوميات المواطنين عشية كل استحقاق سياسية محاول كاربائي جديد لتدعيم المنطقة الصناعية سيدي خطابي غليزان لتقوية وتأمين احتياجات المستثمرات الصناعية الكبرى مخطط استعجالي للحد من تذبد بتوزيع المياه بعنبا وتوسيع شبكة الالياف البصرية لفك العزلة عن المناطق النائية بتمر ستار الدولي الجزائري السابق جمال بالماضي على رأس العارض الفنية للخضر إلى غاية مونديال 2022 مجاهدنا في كل مكان السلام عليكم أهلا بكم معنا إلى تفاصيل نشرة الثامنة بداية تنكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي أن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي كرسها رئيس الجمهورية بتضافر جهود الجميع تشكل الأرضية الخصبة التي تنطلق منها كل المشاريع التنموية المنجزة عبر ربوع الوطن بما فيها تلك المخصصات للدخول الاجتماعي والمدرسي المقبلين وهذا خلال لقاء جمعه بإطارات قطاعه مئة إطار من وزارة الداخلية جالوا بلديات الوطن في عملية تفتيشية لتقييم ومعينة وضعية المدارس عبرها وعلى تقاريرهم بني لقاء اليوم بين هؤلاء الإطارات ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي استمع لما خلصت إليه المهمة التفتيشية وقبلها كان بدوي قد أكد في كلمته أننا مقبلون على دخول اجتماعي مميز بما رصد له من إمكانيات هائلة أمام هذه المجهودات الجبار التي بذلت لكي تصل التنمية إلى أبعد نقطة في وطننا العزيز من أجل المواطن والمواطن وحده المواطن الذي هو في قلبي كل الاستراتيجيات ما كانت لتتحقق لولا مكسب الأمن والاستقرار الذي تنعم بهم بلادنا اليوم بفضل التضحيات الجسام لأبناء مختلف أسلاكنا الأمنية على رأسها الجيش الوطني الشعبي وما كانت لتتحقق لولا الانتصار الكبير للمصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري كمشروع حضاري ببعده الوطني والإنساني وما كانت لتتحقق لولا وعي مواطنين والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية لما خرجت الجزائر من نفق عشرية دموية سوداء منتصرة على الإرهاب الهمجي والأعمى الذي ما تزال بقاياه تتخبط ويلفظ أنفاسه الأخيرة ما يدعون جميع مسؤولين ومواطنين وكل أطياف المجتمع للتجند أكثر من أي وقت مضى للتحلي باليقر والرقي إلى مستوى عظمة وطننا ومؤسساتنا الدستورية وهنا أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها وزير الداخلية أكد أن ما تحقق إنجازه في مجال التنمية يستحق الإشادة ويعبر عن التزام الدولة ببرامجها التنموية التي تهدف لخدمة المواطن إلى غير وهو ما لم يكن ليتحقق لولا نعمة الأمن والاستقرار هذه المكاسب الكبرى والعظيمة من أمن واستقرار وتنمية شاملة مست كل الميادين هدفها الأسمى هو خدمة المواطن الذي هو كما قلت في قلب كل الاستراتيجيات بعيدا عن كل الحسابات أو المزايدات وهو ما يجب أن يعيه كل فرد من أفراد هذا الوطن العزيز وأن لا ينساقوا وراء متاهات المشككين فالجزائل دولة مؤسسات فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب عليهم أن يأوا بأن المواطن الجزائل لا يختبر في حب وطني ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللا مشروط لأمن واستقرار بلده نور الدين بدوي شدد على المتابعة الدورية والمستمرة لوضعية المدارس من أجل تحقيق الأهداف المسلطرة للدخول الاجتماعي المقبل وما بعده داعيا في الوقت نفسه المجتمع المدني وعولياء التلاميذ إلى لعب الدور المنوط بهم في مرافقة السلطات في هذا الاتجاه اعتبر وزير الطاقة مصطفى قيطوني منطقة سيد خطب بولاية غلزان التي وضع بها حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تحويل الكهرباء ذات الضغط العالي اعتبر استثمار نجحا لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين نوعية الخدمات الموجهات لزبائن بالمهل بالمهدية بعد أن استمع إلى عرض شامل عن القطاع قام وزير الطاقة مصطفى قيطوني بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تحويل الكهرباء ذات الضغط العالي والذي سيدخل الخدمة مع نهاية السنة القادمة مشيرا إلى أن ولاية غلزان تسجل تقدما في مجال التزود بالكهرباء والغاز الطبيعي حتى الآن الأمور زعفتش خطرات في مجال الطاقة في مجال الشبكة في مجال الغاز في مجال الوقود وكل هذا يبين باللي الناس خدمت في الفترة هذه وأنجازت مشاريع كبيرة وزير القطاع تفقد الوحدة الجديدة لصناعة الكوابل التي دخلت الخدمة بالمنطقة الصناعية لسيد خطاب التي اعتبرها نموذجا ناجحا في الاستثمار المجال الوحدة الجديدة التي تحديد ثمت من ما نعمل المجال الأمور على الناس خطرات التي تحديد تحت رقصة للعقد ا ожيء تحديث ويحصل على أسلحة أمامة ويحصل على أسلحة 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 إلى أوروبا لذلك هذا هو مجموعة التي يعمل في عمل أقل 3 أسلحة ألجيريا توسيع استغلال الطاقة الشمسية لاسية ملاذ الفلاحين اعتبرها وزير القطاع طرحا فعالا يتماشى وخصوصيات المنطقة وتلبية الاحتياجات سكان ولاية عنابة من المياه الصالحة للشعب خاصة في فصل الصيف ودعت السلطات الولائية مخططا استعجاليا تضمن إنجاز عدة مشاريع للحد من مشكلة تذبذب في توزيع المياه الروبرتاج لعبد المجيد بن قاسي والتقرير للويزة غالا مدينة عنابة تتنفس الصعداء هذه السنة بعد حل معضلة جفاف الحنفيات والانقطاعات المتكررة للمياه مخطط استعجالي خصصة لإنجاز مشاريع تقضي برفع معدل التزود بالمياه الصالحة للشرب بعد التذبذوبات التي عرفتها ولاية في الصائفة الماضية في توزيع المياه تقرضها من طرف فخامة رئيس الجمهورية برنامج استعجالي بمتابعة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتيال العمرانية وسيد وزير الموارد المائية وتم تشسيده على أرض الواقع ألف مليار سنتيم تم تشسيده على أرض الواقع الآن المياه موجودة بالنسبة للمواطنين المياه موجودة بالنسبة للصناعة وخاصة مركب الحجار المياه موجودة وخاصة بالنسبة للسياحة لكمبليكس توليستيك بالنسبة للصحة وحتى بالنسبة للفلاة ثمانون ألف متر مكعب في اليوم تم حشدها لتلبية حاجيات الولاية من المياه منها خمسون ألف متر مكعب موجه لتزويد السكان بالمياه الشروب وحوالي ثلاثين ألف متر مكعب لتلبية احتياجات المركب الصناعي صدر الحجار قرار الذي اتخذ أبو أخر بطرف الحكومة وهي إنجاز محطة تحلية المياه الصالحة للشرب من البحر على سباستة وولايتين عن نابة والطارف ثلاث بيتر مكعب يوميا لهذه المحطة 2018 ما عدناش مشكلة في المانيائيا كان بعض الأحياء هنا في الحجار وعلى رأس مثلا شفوا لي هنا الحجار بسط وما شاوروها مثلا عطوي رون ما موجود يوميا مجهودات كبيرة وإمكانات معتبرة تم تسخيرها لوضع حد لأزمة المياه التي طالما عانت منها الولاية في الصائفة الماضية تجيعا للاستثمار في تربية المائيات تم بولاية ججل تخصيص أربع مناطق للنشاط وسبع عشرة قطعة أرضية للنشاطات المكملة كالعلف وتحويله السمك وتعليبه فضلا عن ورشات لصناعة سفن الصيد البحري والنزهة نوردين بن عبسة هكذا انزلت السفينة الجديدة للصيد البحري بميناء بوديس بجيجل بعد أن صنعت بسواعد جزائرية بورشة بناء السفن سياسة دعم الدولة لتشغيل الشباب البطال حول هذا المكان إلى فضاء استثماري ضخم إن هذه السفينة هو عبارة استثمار لأحد البطالين بقيمة 950 مليون سنتيم وليسان فيها المستثمر بـ 2% فقط حتى نبين المجهودات الجبارة التي تبدوها الدولة من أجل تشغيل البطالين وزعت مقرارات عقود الامتياز على أصحابها لمزاوالة مهانهم البحرية وسنكتشف المزرعة المائية بمحمية تازة في خرجة بحرية انطلاقا من ميناء العوان وبوضع أول أكياس صغار البلح ستدخل هذه المزرعة الخدمة مشروع واعد اقتصادياً المشروع هو بيداته فيه 8 أكفز الكمية لطوة البروديكسيان 500 طن من الأسماك العائمة هي سيلة دورة الرويال دخلو كاروس البار إنشاء 17 مستمرة في إطار تربية المائية وعمال مكملة له وتمويل ذاتي للمشاريع انتعهم يقوم إن شاء الله بزرع تربية المائيات على مستوى تقريباً نصف الساحل انتعجيجاً وهذا بخلق إن شاء الله 1100 منصب شغل تربية المائيات سيحفز التوازن بين نقص السمك الطبيعي وضمان الأمن الغذائي المرتبط بصحة المواطن ومن المتوقع أن يتعدى إنتاج السمك والبلح أكثر من 6000 طن سنوياً بالمناطق الأربع للنشطات بولاية جيجاً بهدف فك العزلة عن المناطق النائية بولاية تمرسة ديرية العملية لاتصالات الجزائر على ربط معظم المناطق النائية بالولاية بشبكة الألياف البصرية للهاتف الثابت والإنترنت حيث استفادت العديد من القرى من هذه العملية أمبارة دهينبيجا مجهودات جبارة تبزلها شركة اتصالات الجزائر سعياً منها إلى توسيع وتعميم خدماتها لتشمل المناطق النائية من مداشر وقرى كما هو الحال بقرية إزرزي وتاهفة وسليسكين بولاية طام الرصد حيث تم ربط هذه القرى بشبكة الألياف البصرية والعملية تندرج في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى ربط المناطق النائية بالألياف البصرية تم ربط كافة البلديات والفرعها بالألياف البصرية على مستوى الولاية والمناطق النائية لتقريب الإدارة للمواطن كاستخراج الوسائق البيومترية وكذلك في إطار الأنترنت العالي التدفق قامت ساكليزير بوضحية الخدمة محطة الجيل الرابع وقد تسمح هذه التقنية للمستخدمين من الاستفادة من استمرارية ونوعية خدمات الهاتف السابت والأنترنت على التدفق كما ساهمت أيضا في عصرانة المؤسسات العمومية في تلك المناطق نشكر الاتصالات الجزائر التي ساهمت ونجزت الشبكة الألياف البصرية التي تم إدخالها داخل الفرع وسهلت للمواطنين كل العمليات الوسائق الحالة المدنية أول حاجة أن نشكر الدولة على المجهودات ونشكر المؤسسة على اتصالات الجزائر التي لحقت لنا للأنترنت حتى هنا لما كان هذا قبل كنا في الظلمة لا نرى ولا لا يوجد خبار أي شيء تشرع في برنامج الهجرة إلى الألياف البصرية بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر ويزادة زيادة في التدفق إلى 2 ميجا بيت وهذا بمقدار نسبة 50% على مستوى الولاية وهذا ما ينعكس على تحسين الخدامات الباردية هذه العملية ما زالت متواصلة وستشمل العديد من المناطق الحدودية بالولاية نبقى بجنوبنا الكبير حيث لقي الدوام الجديد الذي تم إقراره بعدد من الولايات لقي استحسانا لدى المواطنين وموظفي المصالح العمومية على غرار موظفي ومواطن ولايات أضرار نسي ما يعقبي والتفاصيل بعد دخول قرار تغيير أوقات العمل في الإدارات والمصالح العمومية حيز الخدمة من السجسة صباحا وإلى غاية الواحد زوالا طيلة شهر أوت تجولنا ببعض هذه المصالح بولاية أضرار لمعرفة ما يحمله القرار من الأثر الإيجابية على الخدمة العمومية ومصالح المواطن هي نورمال مو تساعدنا تساعدنا بزاف نتمنى إن شاء الله ما تكون شغيفة هذا الشهر نورمال مو تبدأ من شهر معي هي خطوة محمودة ولكن نتمنى أنها تكون في السنوات المقبلة تبدأ من شهر جوان أفضل وقت موناسب لنا نحن يبعد ياريس كانوا يجاروا قبل هكا قبلها الشهر هذا ستة أصبف تالي وحدة إذا لم يعملها في السحر يساعد الناس لكن بعد الظهر إن شاء الله بعد ظاهرة حمام الزف قرار يأمل مواطن أضرار استمراره في السنوات المقبلة ويرى فيه العمال تحسينا لظروف العمل في مثل هذه الأوقات الصعبة دركاء الحمج والأمنين ولينا أخذ مصحب الصبح يعني نقص الزعاف نقص المشاكل ونقص فعلا نقص المشاكل نقص زكسخانا تعرص يعني تقريبا كانت خطرة كبيرة بالنسبة للأيض من ناحية الزبار من ناحية الكلمات يتمشى حتى الخدامة كانوا يركلاموا علي يقولوا يا ودي أنا نجي من الزوج حتى للربعة من دي الوال بعد غير قادة هو الحق هذا هو التوقيت المناسب للعمل معنات هيكونوا في قيمة العطاء وفي وفي الخدمات تكون مرتاحة إجراء يخص ولاية أدرار وعلى غرار ولايات الجنوب التي تشهد حرارة شديدة وهو الإجراء الذي يأخذ بعين الاحتبار ظروف العمل في الوسط المهنية وكذا حق المواطن في خدمة عمومية مريحة إلى ولاية وهران حيث استفادت العديد من المؤسسات العمومية والبلديات من آلات ومعدات جديدة من صنع وطني وهذا للإسراء في وطيرة التهيئة الحضرية وتنظيف المحيطة بالمهدي بالمهلة جرى بولاية وهران حفل تسليم آلات وعتاد لفائدة المؤسسات العمومية هذا وش نطلبوه هذا الهيكل وكما تعلمون كل هذا يدخل في إطار برنامج فقامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يعطي أهمية كبيرة خاصة للعنصر المحلي ويبقى المواطن في قلب الاهتمامات على كل السلطات ومن بين البلديات المستفيدة من هذه الدفع الأولى من العتاد للأشغال العمومية بلدية بوسفر 12 كيلومتر ساحل تحتوي على 7 شواطئ الحمد لله أن البلدية اليوم استفدت من هذا الغيط هذا سوف يعطينا الدعم والإعانة فيما يخص نظافة المحيط ومحافظة على المحيط لأن البلدية كانت في حاجة مسائلة وأشكر كل السلطات المعدات المسلمة والمتمثلة في آلات للجرف بأنواعها من إنتاج وطني كما تتبعها حسس أخرى تمس قطاع النقل المدرسي ونظافة المحيط توجه اليوم يقرب 135 حج وحاج من مطار الرائد فراج بيتندوف نحو وهران ومثم نحو البقاع المقدس لأداء مناسك الحج وقد تلقى ضيوف الرحمن إرشادات وتوجيهات من أجل أداء هذا الركن في أحسن الظروف فاطمة زهرة بن فرج الله في أجواء من المحبة والتضامن توافد الحجاج بمطار الرائد فراج بتندوف للتنقل إلى البقاع المقدس لأداء فارضة الحج لأداء مطار تندوف متقبلين إن شاء الله للبقاع المقدسة طبعا من الله إن شاء الله القبول والنصر لنا والنصر لدولتنا لأنا رايحين إن شاء الله لبيتهم لنا ونحجو بحج بخير ونجو بإن شاء الله ودوع نساك الحج إن شاء الله بسلامات وملغينا حتى الصعوبات في المطار دخلنا كأننا داخلين نورمان ثبوتنا كل السهل ريجلونا ليبيي لضاكستاعنا سهلين والحمد لله حجنا نتمنى إن شاء الله مبرور نتمنى إن شاء الله بإذن الله بذنب مغفور نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تكون دعواتنا مستجابة نتمنى التوفيق للجميع وبالنظر لكبر السن البعض ومع حرارة التقس تنافست الجمعيات لمدية العون للحجاج فيما قدمت النصائح والإرشادات من طرف ممثلين عن مديرية شؤون الدينية والأوقاف مساعدة الحجاج في الأمتيع عن تحم وكذا تقديمهم بعض الواجبات الخفيفة والماء البارد والمساعدة في تنظيم تنظيم الشؤون التي تشرف عليها السلطات المحلية الوقفة التي تقوم بها الكشاف الإسلامي في جزائر ولاية تندوف وهو تقديم يد المساعدة للحجاج وتسهيل كل مهام لتقوم بها الكشاف الإسلامية وهذا هو الضور التي تقوم بها الكشاف الإسلامي في ولاية تندوف خاصة وتقديم يد العون يد المساعدة لحجاجنا الميامين كل الإجراءات اتخذت إذن بولاية تندوف لتسهيل هذه الرحلة المتجهة نحو وهران فحج مبرور وذنب مغفور ومتابعة لسير موسم الحج لعام 1439 هجرية 2018 تولين وزارة وشؤون الدينية والأوقاف عن إنشاء لجنة متابعة وخلية استماع على مستوى مقر الوزارة وللاستماع لجميع انشغالتهم واستفسارتهم المتعلقة بموضوع الحج يمكن الاتصال على رقم هاتفي وفكس الخلية أو البريد الإلكتروني أو على صفحة الفيسبوك لجنة متابعة سير موسم حج 1439 2018 وفي سياق آخر تعلم وزارة شؤون الدينية والأوقاف جميع متعامل ارتباعة المصحف الشريف ونشرت توزيعه أن اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف قد سأنفت عملها بعد تنصيبها من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حيث يمكنهم أن يتصلوا بمصالح الوزارة وفق الإجراءات نفسها المعتادة من أجل سأنف نشاطهم كما يمكن للذين ألغيت رخصهم أن يتقدموا بطعون للجنة الجديدة هذا وتنبه وزارة شؤون الدينية والأوقاف إلى ولود أخطاء في المصحف الموصوم مصحف الحادق الصغير الذي ضبطه ونسقه عبد المجيد رياش ونشرته دار بن الحفصي للتباعة والنشر وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه انتلقت اليوم من شاطئ العقيد عباس بولاة تيباز القافلة الترفيهية التحسيسية بعنوان القرية الصيفية تحت الشعار صيف السنة 2018 صيف الهنى القافلة التي تدوم فعاليتها إلى غاية العشرين من الشهر الجاري ستجوب عشر ولايات وتتضمن مجموعة من النشاطات الترفيهية لفائدة الأطفال والشباب بالإضافة إلى عمليات جوارية ونشاطات تحسيسية للوقاية من مختلف المخاطر التي تميز موسم الاستغفاء في طار محاربة الجريمة بكل أنواعها ومن خلال مخططة أمنية تحفظ أمن المواطن وممتلكته قامت مصالح أمن ولاية البوليدة بشراكة مع ناصر الدرك الوطني بحملة مداهمات مست عديد الأحياء والأماكن المشبوهة عبر إقليم الولاية للقضاء على بؤار الإجرام والبداية كانت من منطقة بعرفة وما جاورها من أحياء سكنية جديدة خليد حجلالية تنسيق أمني محكم الوجه حي يقريبش ببلدية بعرفة غرب البوليدة أولى عمليات المدهمة أسفرت عن توقيف أشخاص محل بحث بهذه الأحياء السكنية الجديدة كذا حيازة السلاح الأبيض وحجز كمية من المخدرات بهذه الحديقة بالحي ذاته العملية مكنتنا من ضبط كمية من المخدرات هذه المادة التي تعتبر مادة سامة تؤثر على أطفالنا وعلى أبناء شبابنا كذلك تمكنت هذه العملية بتنسيق مع زملاء من فرق الدرق الوطني من حجز هذه الكلمة وتوقيف ثلاث أشخاص وتوفير الأمن للمواطنين مع تحسيس مواطني بالأمن داخل هذه المنطقة والقاضاء على بؤر الجريمة وتوقيف المجرمين محاربة الجريمة بكل أنواعها ضمن هذه المخططات الأمنية الهدفة إلى تأمين مواطن وممتلكاته خاصة في فترة الاستياف لقت استحسان السكان في إطار مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام والأمن العموميين والقضاء على أوكار الجريمة تم هذا اليوم برمجة مدهامة بالمشاركة مع مصالح أمن ولاية البوليدا حيث تم إقحام جميع الوحدات الفرحية المختصة لكلا المصلحتين حيث هذه العملية أصفرت على إيقاف أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات أيضا أشخاص بحوزتهم أيضا أسلحة بيضة وأيضا تم إيقاف أشخاص صدر في حقهم أوامر عدلية هذه العملية سبقتها عدة اجتماعات قبلية من قبل مصالح الوطني والدرك الوطني تم من خلالها درسة الأماكن التي تكثر فيها الجريمة في سبيل القضاء أو الحد منها حملات المدهامة مست العديد من الأحياء والأماكن المشبوهة عبر إقليم الولاية للقضاء على بؤر الإجرام ضمن تنسيق أمني أضحت ثماره ملموسة على أرض الواقع أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقف تمسي مفارز لجيش الوطني الشعبي بكل من بوجبج مختار وعين قزة مهربا وحجزت مركبتين ربعيتين دفع ومطرقة ضاغطة ومغلدا كاربائيا وألفا ومئة لتر من الوقود بالإضافة إلى طنين من المواد الغذائية وأزيد من طن من مواد التنظيف فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بيتلمسان 49 كيلوغراما من الكيف المعالج في حين تم توقيف مهرب آخر بأضرار 11 قناطير من مادة يتبغى 20 قنطارا من الطمور كانت موجهة لتهريب من جهة أخرى ضبط حرص السواحل بالقالة ستة أجهزة محضورة لصيد المرجان فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بيتلمسان ثمانية مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة في النشاط الحزبي وفي إطار سلسلة المشاورات السياسية حول مبادرة التوافق الوطنية التي تجريها حركة مجتمعي السلم التقى اليوم رئيس الحركة عبد الرزاق مقري برئيس تجمع أمل الجزائر عمر غول اللقاء تناول مختلف النقاط والملفات التي تضمرتها مبادرة الحركة تم التوافق من خلال المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور الإقليمي هاتي المحاور الثالثة كذلك قلنا الآن يطرح الملف السياسي حيث تجمع أمل جزائر تاج حيث معروف وموقف من رئاسية محسوم احنا أكدنا أننا نحن مع استمرارية فخامت رأس الجمهورية عبد العزيز بوت في اللقاء هذا أموش مليوم كلامنا معروف وموقفنا معروف نحن في الحق سعادة جدا بما أنجزناه إلى حد هذه اللحظة نحن مطمئنون جدا شعرنا بكثير من التقارب الأجواء إيجابية العلاقات بين الأحزاب لم تصبح فيها شحن ولم يصبح فيها نوع من الضغط صارت اللقاءات بيننا وبين مختلف الأحزاب وبين الأحزاب فيما بينها صار سلس وصار سلواذا لصالح البلد ولصالح الجزائر دوند ندد المكتب ودائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بالمحاولات التي تجري على مستوى الاتحاد الأوروبي والرامية إلى تشريع نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص وأعرب المكتب في بيان اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي كما جدد مكتب الأمانة الوطنية للجبهة مطالبته الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق صراحي معتقليك ديميزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراوين في سجون المغربية مشيدا بالدور المتميز الذي يقوم به جيش التحليل الشعبي الصحراوي في التصدي لمجمل المخاطر الأمنية الناجمة عن سياسات دولة الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة في الشأن الفلسطيني اعترضت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قافلة الحرية النرويجية لكسر الحصار على قطع غزة وكان على متنها مناهدين دوليين للحصار المفروض منذ 11 سنة وأكد قبطان السفينة أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد خرقا واضحا للقانون الدولية هذا ومنعت قوات الاحتلال إدخال الغاز والوقود لقطع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اعتبر من اليوم في سلسلة التضييق والحصار وما زاد الوضع تأزما التقليص الأنروا لعدد موظفها أكثر التفاصيل مع وسام أبو سيدة رفضا لفصل وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الأنروا نحو ألف موظف لديها ما زال مئات الفلسطينيين ينصبون خياما وسط مقرها الرئيسي احتجاجا على الاستغناءات التي تهدد حياة آلاف اللاجئين ويذكرون العالم بقضيتهم التي أنشئت من أجلها المنظمة الدولية لا يطعوا اللاجئين حيمنعوا الكابونات حيسكروا العيادات حيسكروا المدارس طبعا كل هذا مرفوض لأن الأنر موجودة لحد حق العودة يرجعون على بلادنا ونحن بنخلص بناشيهم ولا بنوظيفهم أننا نقول لهم أن إلغاء كل المؤسسات الدولية لن يلغي حقنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف تظاهرات تواصلت حتى خارج مقرات الأنروا من كافة الفئات الشعبية مندلين بالجارمة الجديدة التي تزيد من معانتهم في ظل التخوفات من عدم قدرتها على فتح المدارس لبدء العام الدراسي الجديد أمام أبناء اللاجئين لدى الأنروا أكثر من نصف مليون طالب في مدارسها في منطقة الشرق الأوسط في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة في أكثر من 700 مدرسة حتى اللحظة لم يتخذ أي قرار حول بدء العام الدراسي أو عدمه من قبل المقوض العام للأنروا فالأنروا تقوم منذ سبعين عاما على إعانة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني هجر من أرضهم قصرا من الاحتلال الإسرائيلي وتعاني من عجز مالي لأول مرة بتاريخها يعصف بأحد ثوابت الفلسطينيين عودة اللاجئين لا يمكن أن نقبل إخراج قضية اللاجئين ومدرسة القصر من خارج أي عملية تسوية ولا نقبل بأن تكون قرارات شرعية دولية خارج سياق أي حل للقضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية أساسها هو تطبيق قرارات شرعية دولية بما فيها القرار 194 فالتقليصات التي تتخذها الأنروا هي اختبار جديد للاجئين الفلسطينيين للدفاع عن قضيتهم العادلة كما أن هذه الفعاليات بإمكانها أن تقطع الطريق أمام أي مشاريع إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وسلم أبو زين التلفزيون الجزائري غزة فلسطين في زنبابو يجواء من العنف وتوت رسادة اليوم العاصمة هراريب بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها أنصر الرئيس الحالي للبلاد وقد تسببت المشدات بين الشرطة والمتظاهرين في مقتل ستة أشخاص على الأقل وسط رقب لإعلان نتيجة الاختراع الرئاسي التي قد تؤدي حسب المتتابعين إلى مزيد من التصعيد فرياضة أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الإلكترونية عن تعيين جمال بالماضي مدربا جديدا للمنتخب الوطني خلفا لربح مجر بعقد يربطه مع الاتحادية إلى غاية كاس العالم لكرة القدم عام 2022 المزمعي تنظيمها بقطر اللاعب الدولي جمال بالماضي الذي لعب مع أولمبيك مرسيليا ثم مانشيستر سيتي كان قد درب نادي دحيل القطري وتوج معه بثنائية اللقب والكاس وتأهل معه للربع نهائي لرابطة أبطال أسيا كما فزا رفقة المنتخب القطر عام 2014 بكأس الخليج ثانيا انطلقت صارة أمس بسيدي بالعباس فعالية المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي حيث تفعل الجمهور مع باقة من أجمل الأغاني الرايوية التي قدمها فنانون الشباب محمد سالمي بكلمات وألحان موسيقية عكست أصالة مدينة سيدي بالعباس في مجال الأغنية الجزائرية استهل الحفل الافتتاحي للطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الرايوية جمهور مدينة سيدي بالعباس كعادتي وكب هذه التظاهرات الثقافية قدمن طبعات حسنة بخصوص هذه الفعالية يا ربي تخبر لي يا يا دعا عمد ضعيفة جرمية صفي بليزير مليح 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 لسيدي اللو راي بشتو جوري قوتي إكزيستي الراي انتعنا تابكري التقافة انتعنا تابكري مليحة زينة مش عبي ترفع شوية شوية رفعية شوية نشاط شوية صابعك مليح حاجة كثرة كمان المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي وعلى مدار أربعة أيام كاملة سيشكل حلقة بين مختلف الفنانين من ربوع وطننا الحبيب جزائر اللي تصدرني اختتمت البارحة بالمركب الأولمبي محمد بوديف فعالية تظاهر الدار الزير في طبعتها الرابعة والتي تميزت بإبراز عادات وتقاليد كل من ولايات الجزائر العاصمة أضرار واتزيوزو واستحضور جماهيري تعرف على ما تزخر به بلادنا من تنوع ثقافي ثري خليل تواتيها عادات وتقاليد الجزائر العاصمة أضرار واتزيوزو كانت مسك الختام لفعاليات تظاهرة دار الزير وهو ما جسدته حفلة الأعراس التقليدية لهذه الولايات يعني العاصمة اليوم قدمت كل ما تسخر به من ثقافة وفن وأكل أضرار حاضرة بثقافتها وبطبعها الغنائية المختلفة من رقصة البرود إلى الزمار وإلى كاللك إلى طبع شبابي جديد وهو القناوي مع القرقبو الجزائر تحتضن إفريقيا كان شعار هذه الطبعة من تظاهرة دار الزير التي عرفت مشاركة عشرة دول إفريقية ووسط إقبال كبير من الجمهور كنا عندنا توافد الولايات 48 ولاية جاءت في هذا الفضاء الجميل وحتى يعني عشر بلدان إفريقية كانت يعني ضيفة شارف توافد الجماهير وصلنا إلى أكثر من خمسين ألف زائر في 14 يوم هي طبعة كرست مشاعر الوحدة الوطنية ومناسبة لإعادة اكتشاف ثراء التنوع الثقافي لكل ولايات الوطن مع بداية كل موسم صيف تنظم تمسين بالمقاطعة الإدارية توجورت المهرجان السنوي للبحيرة الذي عرف هذه السنة إقبالا كبيرا لزوار وبرنامجا يبرز ما تختزنه المنطقة من مؤهلات ثقافية واسيحية عمار طبالا تزخر بلده اتماسين بالمقاطعة الإدارية لتوجورت بموروث ثقافي وحضاري هريق من شأنه جلب الاستثمار إلى المنطقة وخلق حركية ثقافية وسياحية ومهرجان البحيرة السنوي الذي ينظم مع بداية كل موسم صيف يعتبر الوسيلة الأنسب للترويج للمؤهلات المتوفرة التنمية السياحية ثربة مستدامة هذا الشيء نأكد عليه منذ سنوات ألا وهو تشجيع السياحة وتطويرها من أجل جلب الاستثمار وتحريك الجو السياحي في المنطقة باعتبار أن تمسين بها ثروة سياحية معتبرة متمثلة في البحيرة متمثلة في قصرها القديم متمثلة في زوج جانية المهرجان يعرف تطورا من سنة لأخرى إذ عرف هذه السنة وفي طبعته الثانية عشر إقبالا جماهريا كبيرا وعديد النشاطات التقافية والرياضية وحتى العلمية نقدموا الأعمال اليد العاملة المرأة المكتة في البيت ونبرزوا تاني الأعمال تقاليدنا تقاليدنا تقالي البلاد لأننا بغي أن نزع ما لا تموت يحيوها لبناء التعنا تقعد ديما تمشي وديما تخدم كل عام يزيد تتنظم خير ويزيد فيها برامج أخرى المهرجان هذا يمتر الحضارة والأصالة والذي وردنا على أجدادنا والذي رأنا ما زال على مر العصور نطوره إن شاء الله هو متنفس لسكان المنطقة وفرصة للترفيه والفرجة لكن المهرجان يعتبر أيضا وسيلة لتسويق المنتجات المحلية بمختلف أنواعها ونختم برياضة شعبية تدعى الكياك والتي انتشرت بسرعة في بلد العالم لقلة كلفتها الرياضة الترفيه هذه نجدها اليوم على دفاف شواتئ شنوا بيتي بازا حيث يقبل على ممارستها الكثير من المصطفين لما فيها من فرجة ومغامرة واكتشافة روبرتاج لنور الهدى بوزاغو والتقرير لكريمة بوعافيا أجواء مميزة تقضيها العائلات والأصدقاء في شواتئ شنوا تزداد حماسا ومتعة بممارسة رياضة الكياك التي تعود جذورها إلى ألاف السنين هدفنا الرئيس هو التجديف على دفاف شواتئ شنوا وفي نفس الوقت نحاول تعريف السياح برياضة الكياك رياضة الكياك من الألعاب الرائعة يقدمها النادي في قالب ترفهي عصري ليمكن فيها السياح خلال ساعتين من الزمن من الاستمتاع بروح المغامرة واستكشاف مناظر خلابة لسلسلة جبال شنوا مرورا بمغارتها الثلاثة جولتنا الأولى كانت للمغارة الصغيرة والآن نحن متواجدون في هذه المغارة وهي من ضمن الجولة التي نقوم بها نحن نكتشف جمال آخر للجزائر من خلال استمتاعنا بالبحر وهو في قمة روعته مناظر طبيعية جميلة بالجزائر لا نعرفها مكنتنا هذه الخراجات من اكتشاف الجزائر أكثر رياضة الكياك بمنظارها الترفيهي العصري تساهم في اكتشاف جمال المناظر الساحلية للجزائر وواجهاتها البحرية الأخرى ختم النشرة وهذا الآن تذكير بالعنونية وزير الداخلية يؤكد أن حالة الأمن والاستقرار التي كرسها رئيس الجمهورية تشكل الأرضية الخصبة لمشاريع التنمية الوطنية داعيا إلى عدم الانسياق وراء الذين يقتاتون من يوميات المغاطنين عشية كل استحقاق سياسية محاول كهربائي جديد لتدعيم المنطقة الصناعية سيد خطاب بغليزان لتقوية وتأمين احتياجات المستثمرات الصناعية الكبرى مخطط استعجالي للحد من تذبذ بتوزيع المياه بعنابة وتوسيع شبكة الالياف البصرية لفك العزلة عن المناطق النائية بتمرصتها وفي الرياضة الدولية الجزائرية السابق جمال بالماضي على رأس العارضة الفنية للخضر إلى غاية مونديال 2022 وتبقى عناويننا الإلكترونية في الخدمة شكرا على المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة